بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الحياة فقه حديثنا في هذه الدقائق سيكون عن الخرافة ما هي الخرافة وما موقف الشريع الإسلامي منها موقف الإسلام الأصير خلينا نبدأ في هذه المقدمة الإسلام أعروف أنه يحارب الخرافة وأصلا جاء لمحاربة الخرافة والشعوة ذو كل القصص المتعلقة بها هذا الدين الذي يدعو إلى العلم ويحث عليه ويطور من مسائل النظر في الدنيا وفي الكون ويعطي العقل منزلة عالية أكيد أنه سيكون حارب الخرافات والأساطير لكن حاربها بأساليب يعني متنوعة ومتعددة حاربها بأساليب دينية بنصوص شرعية واضحة وأيضا حاربها بأساليب علمية متعددة التي هي مبنىها إلى العقل كذلك الدين أوجد البدائل للناس لأنه دائما أينما تكون الخرافة والأسطورة تكون لأسباب بالتالي الناس يحتاجون ويبحثون عن البديل الدين إذن أعلى من شأن التداوي وقرر الدين أنه لازم الإنسان يروح إلى الطبيب الحاذق وأن العلاج بالدين هذا شيء موجود كرقية لكن له وسائله وأسبابه وله توقيتاته سنأتي إليها إن شاء الله إذن من أهم الأشياء يا أخواننا القضايا الناس يتعاملوا في هذه المفاهيم الخرافة يعني من أجل بعض الأمراض النفسية وبعض الأمراض العصبية الموجودة عندهم وأشياء سنأتي إلى الحديث عنها طبعا في القرآن الكريم الكثير من الآيات الذي يقرأ كتاب الله عز وجل كثير من الآيات وحتى حديث مصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على التفكر وتحث على التفكير تحث على إعمال العقل وبشكل دائم ومتكرر وتبين هذه الآيات بيان فضل العلم وتنهى طبعا عن اتباع الأوهام واتباع الخرافات واتباع الأساطير وأيضا هذه الآيات والنصوص تذم الجهل وتذم اتباع الهوى لأنه سنكتشف الآن أن كل الخرافة هذه نتيجة عن الهوى وتحرم النصوص أيضا اللجوء بشكل مطلق إلى السحرة والمشعوذين والدجالين أي أن كانت صفتهم التي سنتحدث عنها إذن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد ومسلم أنه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بينقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينقولون عنه؟ قال لا تقبل صلاة يعني قضية متعلقة حتى بيركل من أركان الدين أنه رسول يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني إذن القضية خطيرة الفلسفة الإسلامية اللي بيقرأ النصوص مجتمثة وما ذكره الفقهاء يجد أنه الفلسفة الإسلامية في التعامل مع هذا الموضوع بالذات هو صرف الناس عن هذه الأمور وعدم التعلق بها مطلقا وكيف نصرفهم؟ ندعوهم مباشرة إلى الفكر ندعوهم إلى العلم ندعوهم إلى صحيح الغيبيات اللي جاءت بالنصوص ولذلك لما نقرأ مثلا من بعض الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قضية علمه لاحظوا كيف قالت يعني خسفت الشمس أو خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعرف الخصوف ظاهرة كونية فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس اللي هي صلاة الكسوف ثم انصرف يعني من مصلاة وقد تجلت الشمس يعني ذهب الكسوف قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال للناس حتى يوضح حقيقة علمية ثابتة قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته إذن القضية لا العلاقة لا بموت الناس ولا حياتهم ولا بالخرافة ولا بالشعوذه قال فإذا رأيتم ذلك شوفوا هون الصرف كيف يصرفهم لشيء آخر حتى يبعدهم عن هذه الأفكار قال فدعوا الله وكبروا وتصدقوا إذن دعاهم إلى اللجوء إلى الله عز وجل لأن بعض الناس في هذه الحادثة اللي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذه الشمس قد كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صادف الكسوف يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فحتى لا يظن الناس ذلك إذن جاء الكلام من رسول الله مباشرا في هذا الموضوع أيضا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح يوما بالحديبية في إثري مطر كان في هناك مطر فصلى صلاة الصبح وهذا المطر كان في الليل يعني قبل صلاة الفجر فلما رسول صلى الله بالناس انصرف إلى الناس وأقبل عليهم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم يعني هذه الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني فيه تصنيف للناس في هذه الليلة وهذا التصنيف له علاقة بهذه المطر أو الغيث الذي جاء الرسول ينبه الناس وينبه الصحابة ونقل إلينا هذا قال عليه الصلاة والسلام فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمنون بالكوكب يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الظواهر الطبيعية دائما أراد أنه ذكرنا أنه ما إلها علاقة بكل هذه القصص اللي الناس كانوا معتقدينها في الجاهلية وخشي أن تنتقل معهم هذه الأفكار إلى الإسلام وبالتالي جاء وكان الكلام بها جازما حازما بأنه في صرف وقطع أنه هذه الأمور ما علاقة لها أبدا هذه الظواهر لكل هذه المعتقدات التي كانت سائدة لذلك حرم الإسلام ممارسة السحر والشعوذة وحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أنه ممارسة السحر ما دناشت حدث الآن بالتفصيل عن السحر وهذا يطول بغض النظر عن نظرة نائل السحر وتكيف نائله ومعنى هل هو قضية إيهام وتخيلات ولا حقيقة وتعامل مع الجن مع الشياطين كل هذه الخلافات في هذه المسائل ووجهات النظر فيها على كل الأحوال الإسلام حرم ذلك كله ليش؟ لأنه هذا بالخلاصة فيه ضرر بالناس وهو عمل حرام بنص كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه تعرفوا سواء كانت إيحاءات استحواذ أي كان زي ما قلنا استعاد بالجن أو غيره كلها يعني تكون من نفس الباب إذن حرم الإسلام كل ذلك وحرم السحر والعرافة والكهانة كله حتى يكون في عنا صفاء في العقيدة الإسلام يعني التوجه الرئيسي المبني على سلامة العقيدة عند الإنسان ومن ضمن الأشياء التي ترتبط بسلامة العقيدة اللي هو الابتعاد عن كل هذه الخرافات حتى الإنسان يكون عنده ثقة بالله ويقيم بالله يتوكل على الله عز وجل ويكون عنده تحكيم للعلم وتحكيم للعقل لكن نريد أن نقف هنا مع العقل والعلم في مسألة واحدة المسألة أن بعض الناس تعرفوا في عنا في بعض المسائل الغيبية والتي تحدثنا عن هذه الأشياء فيها نصوص ونصوص صحيحة ونصوص قطعية بعض الناس لدرجة أنه يحارب كل هذه الأشياء والمعاني ويحكم مطلق العقل ومطلق العلم بكل شيء يصل إلى مرحلة أخطر ومرحلة خطيرة وهو سيجد أنه سيصل إلى نقطة قد ينكر كثيرا من المسائل القطعية اللي وارد فيها بعض النصوص لا إحنا بنا نكون في عنا مسائل فيها اعتدال نعرف ونعتقد أن هناك في غيبيات الله عز وجل أنبأنا إياها بنص كتابه الكريم أو بالأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه نؤمن بها ورب نبين لنا أصول المسائل وبعض الأشياء الضرورية اللي إحنا يجب أن نطلع عليها ما سوى ذلك من تفصيلات قد يختلف فيها الناس هذه ليس لها القدسية وليس لها الحصانة التي لأصول المسائل اللي وارد فيها نصوص صريحة أو نصوص قطعية أو نصوص صحيحة لكن أنه ننكر كل هذه المسائل هذا شيء يقود بنا لا قدر الله إلى الإلحاد إذن العقل يا أخوانا مطلوب أن نفكر مطلوب أن ننظر في الأشياء لكن السؤال اللي بيطرحوا الناس طيب ما هي الخرافة أنتوا عن إيش بتحكوا قاعدين ماذا نعني بالخرافة وما هو المقصود منها يا أخوانا باختصار هناك في قضايا جدلية كثيرة متعلقة دائما بالغيب الخرافة طبعا وين بتنتشر لأنه إذا فيه إيش بين إيدنا على الواقع ما بيكون فيه خرافة لأنه معروفة أسبابه وتحت المختبر وتحت المجهر ونقدر نعرفه ونتفرج عليه ونحلله لكن دائما الخرافة والشعوذ وين بتكون بتكون في الأشياء اللي إحنا ماش مطالعين عليها في الأشياء الغيب لذلك كثير من القضايا المتعلقة بالسحر متعلقة بالجن المتعلقة بالبركة والتبرك المتعلقة بالكرامات كل هذه الأشياء تدور حولها مسائل المتعلقة بالخرافة والشعوذة هذه كيف ننصنفها احنا في بعض المسائل صحيح كأصول الجن ورد في كتاب اللي عزيز وهو موجود لكن علاقته بالسحر وعلاقته بالشعوذة وعلاقته بالمسائل هذه اللي بتحدث عن الناس بالتفاصيل الدقيقة هذا الذي قد يقول بكثير من الناس إلى مساحات بعيدة جدا عن العقل ويمكن أن لا تكون متصورة وحتى قد تتعارض مع بعض النصوص القطعية في كتاب الله عز وجل طيب إذن لما نتحدث عن هذه المسائل هل هي قضية فقط متعلقة عند المسلمين أو بالمجتمعات الإسلامية ولا يعني خاصة في هذا المجتمع ولا أيضا مجتمعات أخرى قد تتطرق لمثل هذه المسائل الذي يقرأ في الواقع ويقرأ في التاريخ ويقرأ المشاهدات سيجد أن كثيرا من المجتمعات مسكونة بهذا الهوس حتى المجتمعات الغربي اللي احنا من صنفها أنها مجتمعات متقدمة علميا هي مجتمعات الناس فيها مسكونين بهذا هوس الخزعبلات والأشباح وتناسخ الأرواح والجن والعفاريت والطقوس هذه المتعلقة بالحظ والصدفة ومنعرف كيف بالأفلام يصير عندنا مصاصين دماء كل هذه الأشياء تضغى على أفكار الناس حتى صارت تضغى على الأعمال الفنية وعلى الأفلام والدراما وأفلام الرعب اللي بيشتغلوها كل هذه القصص اللي منشوفها حتى في المجتمعات الغربية أو الشرقية غير الإسلامية هذه تعبر عن شيء وهذه ليست عبثا هذه أفلام الرعب اللي احنا منشوفها أغلبها أصلا قائم على الخيال العلمي المبني على الخرافة والمبني برضو في قصص منه كثيرا على الشعوذة يقدمونه للناس على أنه غير حقيقي ويقول لك هذا خيال لكنه في الحقيقة يعكس فكرا إنسانيا لا يمكن إغفاله وهاي برامج السحر اللي اشتهرت في القرن الماضي أو بداية القرن وصار إلها برامج وتمويل صح يسوق على أنها خداع بصري لكنها كانت سوق قديم في الغرب وله مدارسه وأنماطه واقتصاده هذا بدلك على كيف عقلية عقلية البشر والتفكير أن القضية ليست مرتبطة بمجتمع دون آخر والله الذي يقرأ عن واقع المجتمعات يعلم حجم الخرافات المسيطرة على الشعوب وخاصة الشعوب أيضا غير الإسلامية وبغض النظر عن تصنيف الدول على فكرة كانت دول فقيرة ولا دول غنية وهذه بجوز فيها أحيانا ما يفوق ما عند المسلمين من نظريات طبعا نتيجة بعدهم عن كتاب الله وعن صحيح السنة إذن يا أخوان الخلاف في جزئيات هذه المسائل التي نتحدث عنها وكثير من فروعها يؤدي بنا إلى انتشار مثل هذه المسائل سواء روايات تاريخية أو غير موثوقة وحاديث موضوعة الحديث في الغيب هذا لا بد أن يكون له ضوابط نتحدث إن شاء الله بعد فاصل قصير إن حتى هذه كانت تهمة للأنبياء وتهمة للصالحين وكيف تعاملت الشريعة معها فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالخرافة وسيطرتها على بعض الواقع الاجتماعي في هذه الدنيا وفي هذا العالم الغريب يا أخوانا أنه يقول لنا القرآن الكريم في قصص الأنبياء أنه لما أراد الأقوام أن يطعنوا في الأنبياء وينفروا الناس من حولهم كان يتهمهم بالسحر وبالتالي كانت قضية منفرة أنه إنسان يتهم بالسحر أو يتهم بمثل هذه الأمور لكن الآن نشوف الطريقة أصبحت عكسية اليوم أصبحت هذه طريقة ووسيلة للتكسب وطريقة لجني الأموال تجميع الأموال الطائلة حتى ليس الأموال العادية من هذه القضايا كلها الغرب أخوانا تعامل معها وفق إطار وفي ظاهره زي ما قلنا فني وتمثيل وسينما وجنى المليارات من هذه المسائل من خلال هذه الأبواب جانب آخر من العالم اعتمد على التسويق للناس يعني هو ما اشتغل أفلام و دراما و قصص لكن اشتغل على الناس فجنى الأموال من الناس بشكل مباشر صاروا يتعاطوا مع البشر ولذلك نحن نتعاطى مع الأمر هذا بطرق مختلفة يعني حتى احنا في مجتمعاتنا العربية و القديما و حديثا بتلاقي قراءة الفنجان و قراءة الكف و البروج كل هذه تأخذ حيز للأسف من برامجنا و من إعلامنا و من صحفنا و إذا تحدث العلماء حول المسألة و بدأوا في تصحيح هذه المفاهيم و بيان خطرها قد يهاجمون و هذا الحقيقة تناقض غريب و كبير و عجيب في المجتمعات يعني كيف يتعرضوا للعلماء لما بدوا ينبهوا الناس مثل هذه المسائل و للخرفات و في المقابل بيقول لك لا هذه الخرفات أصلها الدين و أصلها المشايخ و أصلها بعض الأفكار الدينية و النصوص اللي أنتم بترجعو لها إذن هناك فيه تناقضات حتى في طرح هذه المسائل هذه القضايا سوق هرائج بعض الناس و الله يا إخواننا و يا أخواتنا بعض الناس يسيرون حياتهم و قراراتهم المهمة في الحياة يتخذونها بناء على هذه المسائل على اختلاف ترى الأسماء و الأشكال يعني فيه ناس بيسيروا حياتهم على الأحلام و المنامات و فيه ناس بيسيروا أمورهم على هذه القصص اللي بنحكي عنها على الفنجان و على قراءة الكف و على غيره و لو تستغرب ما نستغرب مهما بلغت منزلتهم العلمية و فيه ناس عندهم منازل بجزء يكون عندهم منزل سياسي و منزل اجتماعي و منزل اقتصادي يعني لا يغر أننا ظاهر الحال لكثير من الناس كلهم كثير منهم بيشتغل هذه المسائل في كثير من المجتمعات العربية و الإسلامية و حتى الدولية لماذا؟ سنعرف لماذا المواقع الإلكترونية أخوة أيضا المتحدث عنها و المحطات في عنا محطات أصبحت متخصصة بمثل هذه المسائل مواقع أيضا إلكترونية متخصصة صارت القضية بيزنس صار قطاع أعمال خاص في هذه الأمور هذه المواقع طبعا يعني تبين للناس على أنها مواقع روحانية لكنها في الحقيقة هي مواقع شيطانية لأنها تقوم على نشر فكر إنسان صح ولا مش صح اللي بتحدثوا فيه لكن على الأقل تقوم على نشر فكر الشعوذة و فكر الخرافة و فكر تعلق الناس بالأوهام و أنه كيف الواحد بيستعجل الأشياء قبل أوانها و هذا كله لا يجوز أن يتعاطى المسلم و أنه يتعامل مع مثل هذه المفاهيم حتى لو كان يا أخواني على سبيل الدعابة و على سبيل المراح و أنه و الله إحنا بدنا نغير جو من غير وقت لأنه مع مرور الأيام هذا بصير عند الإنسان فكر بيستولي عليه من حيث لا يشعر و يكون مدخل من مداخل الشيطان على النفس أنه هذا الأصل أنه نتعامل معه على أنه منكر و لا يجوز إشاعته في المجتمعات و لا يجوز الناس أنهم يتعاونوا عليه أما إحنا ندعمه و يصير بيزنس و يصير تجارة و يصير أعمال و تتبنى وسائل إعلام كل هذا والله مما ركزت الشريعة على محاربته و ليس يعني كما يضع البعض أن الشريعة تكون أحيانا ساهمت في بعض تعلقاته طبعا يا أخواني ممكن بعض الناس يقول لك الأديان قد تكون لها علاقة فيه ممكن تكون بعض الأديان الوثني المعتقدات في حقيقتها قائمة على مثل هذه المسائل لأنه لا يوجد لديها نصوص متعلقة بالوحي الصحيح فبدنا ننتبه و نفرق ما بين لما نتحدث عن الأديان و نتحدث عن الشرائع لا لم يكون في عنا الدين صحيح و واضح المعالم في مثل هذه المسائل خلاص هو بيحسم النزاع وبالتالي ما في مجال أنه ندخل أو نخلط بعض الأفكار المتعلقة بالشعوة و نقول إنها جزء من الدين أيضا يا أخواني هناك في عنا للأسف في فكر الحادي فكر الحادي هذا هو الذي يعتبر الأديان خرافة يصل لهذه النتيجة و بيربط المسائل هذه اللي ذكرناها بالدين ربطوا إلها بالدين بالتالي جعلوا أنه يصل إلى فكر الإلحاد و لذلك توجد ثقافة في المجتمع تسود أحيانا متعلقة بمثل هذه المسائل هذه اللي نتحدث عنها الآن اللي هي طبيعة الواقع الاجتماع عند الناس الحالات غير الطبيعية بتعرف الإنسان يشعر أحيانا بالضيق يشعر ببعض المشاكل دائما وين بروح الحل يقول لك الحال والله أنا معيون أنا محسود أنا مسحور طيب روح على الطبيب ابدأ الأول بالعلم ابدأ بالعقل ابدأ بالفكر لا أول اتجاه له أول تفكير يتجي إلى مثل هذه المسائل اللي في ظاهرها تكون غيبية و بيقول أهل العلم أن هذا والله فيه تزكية للنفس أن الإنسان بيدعي أنه والله بتعرض لهذه الأمور لأنه والله هو إنسان ناجح إنسان مشهور إنسان تقي إنسان ورع إنسان مهم إنسان كذا بالتالي كأنه الناس كلها حاط عيونهم عليه وبالتالي هي بدها تتهمه وتستهدفه بالسحر وبالعين وبالشعوذ وبهذه القصص لا هذا هو نوع من مدح النفس والثناء عليها هذا نوع من الكبر نوع من الرياء نوع من التفاخر في المجتمعات الله عز وجل القاعدة واضحة وضح إنا إياها في كتابه قال فلا تزكوا أنفسكم إذن هذا نوع من تزكية النفس الأصل نبتعد عنه أيضا بعض الناس يحاولون أن يبرروا الأخطاء ويبرروا الفشل ويبرروا الكسل في الحياة يتخذون إيش هذه القصص يتكؤ عليها إنه الله بقول لك هذا بسبب هذه القصص اللي إحنا متحدث عنها بسبب السحر بسبب الحسد بسبب الشعوذة أنا متعرض لكذا يعني يبررون أخطاءهم وقصورهم في الحياة يعني فشلهم في الإدارة دائما ينسبون مثل هذه المسائل أيضا من المسائل اللي بتعلق في موضوعنا في موضوع هذه الشعوذة وقصصها والخرافة إنه شغف الإنسان بالمستقبل فيه الإنسان عنده شغف بالغيب وشغف بالتوقعات وما سيحدث وما سيكون وكيف بده يستبقى الأحداث ويعرفها قبل وقوعها ويكون هو الأول من عرف وأول من تعامل مع الموضوع ويفوز بهذه الجائزة أمام الناس كل هذا الشغف بيأدي بالناس إلى أنهم أحيانا يلجأوا أيضا لمثل هذه المسائل حتى بيحاولوا أنهم أنهم يحسموها ويتعاملوا معها يا أخوانا طيب كيف ما هو التعامل الصحيح مع هذه الأمور كلها التعامل الصحيح مع كل هذه القضايا كيف يكون التعامل الصحيح مع هذه القضايا يكون أولا بالإيمان بالله إنه يكون عندنا إيمان مطلق بالله عز وجل إيمان بأسمائه وصفاته الله هو النافع الله هو الضار الله هو العالم هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يعلم الشهادة الله هو الشافي هذه وأنه لا يعلم الغيب إلا الله احترام العقل احترام العلم احترام الإيمان بهذه المعتقدات كلها الإيمان بما أثبته الله من مسائل الغيب في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نصرف الناس عن هذه الأمور وما تكون هي جزء من أساسيات الحياة كيف نصرف عنها يكون الصرف نحو العمل الجاد في الحياة مش نظل قاعدين في بيوتنا ونفكر بهذه الأمور ونرتب أمورنا على أساس هلأ خلينا نعمل ونتحرك العمل هو الذي يبعد الإنسان عن مثل هذه المسائل خلينا نتحقق من الأسباب المادية أولا أي مشكلة بتواجه الإنسان المفروض أن يتعامل مع الأسباب المادية لأن ربنا هذه شريعتنا الإسلامية قائمة على اعتبار أسباب ومسببات لا يوجد خوارق للعادات في الوضع الطبيعي إلا استثناء وبالتالي إذا شعر بشيء يبحث عن الأمراض يبحث عن العلاج ومنعرف اليوم الأمراض هي بالآلاف صحيح قد يعسر على بعض الأطباء اكتشاف حقيقة المرض وبكون التشخيص ليس مناسب والتشخيص ليس معروف لأنه صار عندنا الأمراض معقدة وهذا يختلف لمهارة الطبيب من طبيب إلى آخر وأيضا يختلف من مهارات وقدرات الأطباء وقدرات المستشفيات وقدرات التجهيزات الموجودة فيها كل هذه تختلف من مكان إلى مكان فبالتالي بنروح على أول الطبيب ما عرفش السبب قال له لا وضعك طبيعي مش مبين معنى إشي مباشرة يذهب إلى الخيار الثاني وبصير بروح على الشعوذة والخرافة لا يا أخوانا خلينا أحنا نباشر الأسباب المادية أولا حتى ننتهي منها ثم بعد ذلك لا مانع معها أن نعالج القضايا الروحية القضايا الإيمانية النفس فيها روح وأن روح تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى أن نتعامل معها المفروض الناس لا يكون عندهم خواء روحي هذا الخواء الروحي أيضا هو بسبب هذه المشكلات طيب كيف نتعامل مع الأشياء المادية والأشياء المعنوية نتعامل معها كما بيّن إلنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا الله عز وجل والرسول علمنا الاستخارة مثلا إحنا لما نقدم على عمل بدل ما نروح الفتاحين ومشعوذين وأصحاب الخرافة لا خلينا نروح نستخير نستخير ربنا وفيه دعاء الاستخارة وفيه صلاة الاستخارة هذه بتسبب لك هيك طمأنينة في النفس بتسبب لك يقين بالله عز وجل بتقول لك وين يعني ها بتعطيك مؤشر أين الوجهة الصحيحة اللي ممكن إحنا نتعامل معها في مثل هذه القضايا اللي بتروح أيضا في عنا أذكار الصباح والمساء كل هذه بتعطيك جرعات إيمانية حتى لا تستسلم بدافع الاستعجال ودافع التعلق بهذه الشعرة اللي الناس بيبحثوا فيها أو عنها ويبحثون عن الأمل وبيبحثوا عن أي علاج لا فيه أشياء تؤدي بنا إلى عدم اليأس عدم القنوط خلينا نتوكل على الله عز وجل ونبتعد عن كل ذلك يا أخوانا هذه الخرافة ترى والله زي الإدمان زي المخدرات وزي الدخان وزي كثير من القضايا اللي الناس بيدمنوا عليها اللي بيستسلم إلها واللي بيستسلم لأهلها والمروجين لها هذا يقع صيدا سهلا لهم يقع صيد سهل لهم وبالتالي احنا المفروض ما نكون صيد سهل لهؤلاء الذين يروجون لمثل هذه المسائل ربنا قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا يعني أنت لما تمكن حالك منها أو تسلم حالك لهؤلاء تستسلم إلهم بالعكس يصيروا يزيدوا عليك مثل هذه المسائل وبدل ما تنجوا لا تقع في المصيبة وراء المصيبة من مثل هؤلاء في جاءنا سؤال من بتول عبد المجيد تقول هل علم الطاقة قائم بحد ذاته علم وبعيد عن الشعودة في كثير من العلوم الحقيقة الوقت يضيق في كثير من العلوم زي علم الفراسة في مسائل في علم ومبنية على أسس وقواعد المبنية على أن أنت تعرف الباطن من الظاهر يعني في علامات هذه العلامات تقود بك إلى معرفة الباطن هذه علوم ليست من الخرافة وليست من الشعودة لكن في فاصل بينها وبين أولاك بدها ناس متخصصين ناس يعرفوا في مثل هذه المسائل وأيضا هذا مؤلف في كتب وعلم جيد ممكن الإنسان يطلع عليه خاصة علم الفراسة اقرأوا به ففيه فائدة كثيرة بقي لنا أن نودعكم مع انتهاء الوقت ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة